اخواني اخواتي السلام عليكم ورحبا بكم مرة اخرى على قناتيكم البيتكوين بالتريجة اخواني اخواتي موضو حلقة اليوم هو التحركات المرتقبة للبيتكوين في الساعات القادمة ان شاء الله اخواني اخواتي من بعد هذا الاساندينج تراينج اللي شفناه كما كتلاحظو يعني كانت شيء عادي بانه يكون ارتفاع هنا لبيتكوين وانا بالنسبة لي يعني التكنيكل تقريبا القول يعني راها يعني راها وصلنا له نحسبوه هنا فقط يعني تقريبا بش يعطينا واحد نضرع ونشوفو يعني كما كتلاحظو تقريبا يعني الهدف دي الاساندينج تراينجل بانه يعني اوصل الهدف دياله شيء اخر اخواني اخواتي الى مشينا قرنا فقط يعني تحركات السعرية ونشوفو ايضا يعني الماكدي الشيء قلنا اخواني اخواتي الى ضربنا وحط ليله هنا على الماكدي شنو كيبنى كيبنى بانه عنا واحد البيريش مومنتوم ولكن اخواني اخواتي هذا لا يعني شيء لانكما كتلاحظو وحاكا عنا هنا يعني عنا امبتان يعني وحاكا هنا بيريش مبقينا كان الدولة هوريزونطال هذا يعني كل ما كان نزول كانك يعطي الفرصة لمزيد من الصعود بالنسبة للبيسكوين بعدها يعني انا بالنسبة لي هذا المومنتوم هذا يعني خصوصا اليوم السبت وما كان سيولات كبيرة انا بالنسبة لي يعني ما غاديش نعطيها اهمية كيما كتلاحظو الان ايضا الى مشينا الاريس اي عنا واحد البيريش ديفرجنس كيما كتلاحظو يعني عنا سعر تصعودي ولكن الاريس اي عنا تنازلي شيء اخر اخواني اخواتي كيما لاحظنا ايضا في الاسابيع الماضية يعني دائما ما تكون عنا هاد هاد الفومو يعني ما تقديش واحد تأتي قوي على السعر ديل البيسكوين فهذا كيعطي البيسكوين يعني المناسبة بانه تكون واحد نخفض فقط طافيف كيعطي الفرصة ايضا بان هاد لي كورف هادو يعني كيتحسنو وكيعطونا من بعد واحد المومنتوم اللي قوي وكيدفع السعر الى الاعلى هذا بنسبة الاربع ساعات اخواني اخواتي اللي مشينا لخمستاش دقيقة من بعد الصعود اللي كان عنا اللي كان عنا البارح في الجمعة كيما كتلاحظو يعني هاد المنطقة تقريبا ديل ثلاثين الف وتممية دولار كانت عنا كمقاومة المرة الاولى من بعد كانت عنا الريجيكسون ومن بعد الصعود الى الاعلى اخر منطقة وصلنا لها هي تقريبا ثلاثين الف وتسعمية وخمسة ووهين ثلاثين الف وتسعمية وخمسة وربعين اخواني اخواتي ما يعني ما تمكنش سعر البيتكون بانه يغلق فوق منك كما كتلاحظو يعني العديد من المحاولة المحاولة الاولى الثانية الثالثة الرابعة ومن بعد بقت بالفشل الرابعة ومن بعد كان عنا هاد النزول ولا لحظت هنا يا شنو تقول عنا هنا يا تقول عنا هنا واحد هيدا نشولدر الى مشينا شفنا الهدف ديالو الهدف ديالو تقريبا غدي يكون هنايا تقريبا ايضا نوصل الهدف ديالو بعد اخواني اخواتي كما كتلاحظو بقينا كانت تريدو هوريزونطال والان كنلاحظو يعني عنا ديالي اوبن عنا اهم مقاومة الان انا بالنسبة لي هاد تقريبا هدي يعني ديالي اوبن نحاولو نشوفو نعطيوه السعر ديالا انا بالنسبة لي هاد تلاتين الف وربعمية تقريبا وسبعين دولار هي المقاومة ديال اليوم ان شاء الله اخواني اخواتي كما كتلاحظو الآن كان المحاولة ديال الاختراق ديالي اوبن والان كيجو عنا يعني 50% 50% الان اخواني اخواتي اللي قدرنا ديال فقط انا الراقب ماذا يعني هذا يعني الا ما قدرناش نختارقوا هاد المنطقة انا الشمع اللولى الشمع التاني يعني الى هاد الساعة المقبلة ما قدرناش نختارقوا يعني هات السعر ديال 30470 دولار انا بالنسبة لي اللي قدري تشكل هو واحد double bottom استسمح ربما يكون عنا ننزل هاد المنطقة هدي ومبعد يكون الصعود الى الاعلى المنطقة المنشودة المنطقة الهدف اللي تقريبا يعني تقريبا تنقل ما بين 30150 دولار حتى تقريبا اني حتى المنطقة 3030 الف دولار لماذا اخواني اخواتي لماذا شيء سهل كما كتلاحظو اخواني اخواتي لمشي نشفن هات الشماعات كان عنا واحد شرع قوي هنا دي البيتكوين كما كتلاحظو هنا يعني النوعية دي الاغلاق دي الاجتماعات كانت قوية فلهذا هنا بالنسبة لي اخواني اخواتي هذا الشرح ديالي كيعني بان الى ما استطعناش كما قلنا فهات الساعة القادمة ولي الساعة القادمة نتجاوزو هاد المنطقة انا بالنسبة لي غادي تكون واحد ريجيكشن ريجيكشن المناطق المستهدافة كما قلنا يعني يعني مناطق 30150 حتى تقريبا 30 ألف دولار وهدي هي اللي غادي تشكلنا يعني واحد المنطقة اللي كما قلنا يعني غادي يكون عنا الهدف ديال واحد دابل باطم ولا دابليو باتان اخواني اخواتي هذا فقط يعني الرأي ديالي بالنسبة للساعات المقبلة ان شاء الله ربما ايضا يكون غلطة فقط واحد للشهاد مرة اخرى شكرا لمشاهدة والفيديو القادم ان شاء الله مع السلامة